الحزن تختلف باختلاف الشأنية أنا أقول نحن حين ندرس وندرس موضوع الإكراه مثلاً في الفقه فنقول بأن الإكراه وبأن درجة الإكراه يحددها العرف بحسب شأنية الشخص المكره في قضية طلاق المكره مثلاً وطلاق المكره طلاق باطل حينما نأتي ندرس هذا الموضوع وندرسه في حوزاتنا ونتحدث عن درجة الإكراه ربما يكون لشخص درجة الإكراه أن يهدد بأن ينظر إليه شزراً أنك إذا حضرت إلى المجلس الفلاني أو في المكان الفناني فإن فلاناً سينظر إليك شزراً إن لم تطلق ويعد هذا من الإكراه بحسب شأنه يعد هذا إكراه بحسب شأنه وربما يكون شخص آخر يصف على رأسه مئة صفعة ولا يعد إكراهاً في شأنه هنا تأتي قاعدة الشأنية في المال في المال ألا يقسم المال الأموال الشرعية تقسم بحسب قاعدة الشأنية واحد من شأنه يعطى مليار وآخر لا يعطى شيئاً بحسب قاعدة الشأنية وهذا يجري حتى في توزيع الحقوق الشرعية قاعدة الشأنية نراها تجري في تقسيم الحقوق الشرعية وفي تقسيم الأموال ونراها تجري في دراسة الفقه وفي علم الفقه ونراها تجري في كل موطن آخر تجري بسرعة الفيراري واللمبرغيني لكنها حينما تصل إلى الحسين عليه السلام قاعدة الشأنية تضرب بطناش لماذا؟ قاعدة الشأنية واضحة كل شخص له شأنيته التي من خلالها أن يعبر عن حزنه